حصل النجم النرووجي هالاند مهاجم منشستر سيتي على جائزة رجل مباراة الفريق أمام يوكوهام الياباني الودية التي فاز فيها سيتي بخماسية وكانت الجائزة مليوني ياباني والذي يبلغ 7000 دولار أمريكي فقط الحقيقة أن جائزة هالاند ليست الأغرب على الإطلاق ففي عام 2019 حصل حسن كاجوكي على جائزة لاعب المباراة في الدور الملوية وكانت الجائزة دجاجة في قفص من ورق مقوة بينما كانت جائزة مارتين أوديغارد لاعب ريال سوسيداد كلاعب شهر في الطريق سمكة كبيرة في أحد المطاعم وفي جنوب إفريقيا مع صنداوينز حصل كيكان على جائزة خاصة بعد أداء مميز أمام بولوكوان سيتي إذ حصل على باقة إنترنت وصلت إلى 5 جيجابايت